ليش دام أنت لازم سيفك وحاط على رقبتي مرة بالكهرباء مرة بالمسلحين أنطونا مجال بلد بي مليون مشكلة أستاذ خالد أنا أريد استغل وجودك الآن عندي رسالة بصراحة أنا منزعة جدا منها كمواطن عراقي الرسالة اللي أطلقها باقري رئيس الأركان الجيش الإيراني بالتهديدات بضرب العراق ونفاذ المدة إذا لم يعمل العراق على إنهاء وجود المسلحين هنا والمسلحين هناك وستتخذ كافة الإجراءات بهاي القضية يعني يا أخوان إحنا دائما ما حرصنا أن تكون علاقتنا علاقة أخوة وعلاقة أصدقاء وأن يكون بيننا حوار دائم على الطاولة وحتى إذا لم نتمكن من هذا الحوار ما يصير أنت النهار كله لازم سيفك حاط على رقبتي فيما إذا لو وفيما إذا لو إحنا مو خدم ولا عبيد عندك إحنا دولة صح نمر بظروف وبعدين أنت تعال شوف الآن عندنا الإيرانيين موجودين والعراقين يخدموهم وهذه زيارة الإمام وعاشورة وزيارة الغدير ونتشرف بزيارة أهل أهل البيت كلنا نخدمهم لكن هذا بحد ذاته يؤدي إلى عمق الصداقة وعمق الأخوة يعني هسأ أنتم مرات في بعض الأحيان عندكم مشاكل مع أقليم كردستان نحن نقولكم أقليم كردستان جزء من العراق ما تفرغون هاي المشاكل العالينة ما يصير هذا التهديد بفترة أخرى ذاك اليوم قطعتوا عننا الغاز الإيراني بحجة أنتم ما دافعين المستحقات شعب يذقل من أمن الحر على مستحقاتكم نعم فلوسكم موجودة لكن ما يصير تعاملون شعبنا بهذا الشكل وتضغطون على الحكومة وتردون الناس تطلع ضد الحكومة يا أخوان اتركوا هاي السياسات رجان نعم قد يكون ماكو واحد رد عليكم أنا أقولكم باسم العراقيين هذه السياسات غير مقبولة وفيها هضم للحق العراقي ليش دام أنت لازم سيافك وحاطة على رقبتي مرة بالكهرباء مرة بالمسلحين انطونا مجال بلد بمليون مشكلة انطونا مجاله وأصبره حس سار اتفاق رئيس وزراء حل قضية الغاز المسخم أكو ناس عملاء خلتنا نربط مصيرنا بمصيركم أما التهديد بهذا الشكل لا ترى العراقيين ما ينامون على ضم رجان كافي هذا الاستهتار أنا أريد أقول شيء السيد كمال مستشار الأمن القومي السيد قاسم العالجي كان قبل فترة في زيارة لهذا الموضوع مع القيادات الأمنية بإيران وتبحثوا بهذا الشيء أنا اللي يستفزني يعني أنتو أنتو أمنكم القومي كلش مهم بالنسبة لكم وأنا أحترم أن تحترمون أمنكم القومي لكن يجب أن تحترمونك الشعب حسن السياسة تغيرت الولد اللي كان وعودتكم سارة وحكام مستفادين أنتو من العراق ولولا وقفت العراق معكم وأصبح الرئة التي تتنفسون منها في ظل هذا الحصار والله العظيم ما صبتتم شهرين ولا أعتبر ذلك فضلا لكن هذا ما يفرض علينا الأصدقاء والخوة والدين الإسلامي ممثلكم لما قطعتوا الغاز أو خليتوا لكم شعب يتلوى من الحر لأنه على مدشم دينار وإحنا عيشناكم سنين بالمال العراقي